استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنشيط السياحي أحمد يوسف السيدة الأمريكية جلوريا وولكر وعائلتها والتي جاءت من ولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق حلم عمرها وهو زيارة مصر ومشاهدة أهرامات الجيزة برفقة أسرتها كانت السيدة جلوريا وولكر محطة أنظار العالم وقد تناقلت العديد من وسائل الإعلام العالمية والإقليمية قصتها بعد أن أعرب ابنها داستن فيتالي عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك عن رغبة والدته المصابة بمرض السرطان في زيارة لمصر ومشاهدة أهرامات الجيزة وصفا هذه الزيارة بأن أمنيتها الوحيدة وحلم حياتها